طبعا الاقتصاد المصري كغيريه من دول المنطقة ودول العالم خلال جائحة كورونا كانت هناك ضغوط واضحة على العديد من المؤشرات الاقتصادية ولكن ربما تكون مصر هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد كان هناك وضع مخالف لها وقد شكلت النمو وحققت نموا وخصوصا منذ النصف الثاني من عام 2021 طبعا آخر التوقعات لمعهد التمويل الدولي فيما يتعلق بالاقتصاد المصري طبعا بأن ينمو خلال 2019-2020 هذه السنة بحدود 3.6% ولكن 2020-2021 تنخفض هذه النسبة إلى 2.3% طبعا نحن نتحدث عن الانزلاق نحو الركود كما ذكرنا في الربع الثاني كان هناك طبعا عجز وانكماش في اقتصادها ولكن بدأت بالتعافي شيئا فشيئا التوقعات تشير طبعا إلى ارتفاع واضح في الربع الثاني من عام 2021 بشكل ملموس طبعا بلا شك كان هناك عدز في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات لمصر بالنسبة في 2020 تشير التوقعات 3.1% 4% في 2021 و 2.8% في 2022 بحسب توقعات معحد التوميل الدولي نذهب إلى المؤشرات الاقتصادية للمصر طبعا عجز الموازنة كما ذكرنا كان هناك هذا الفائض الأولي يشكله اللون الأحمر طبعا هناك العجز الموازنة منخفض بشكل مستمر ولكن منذ 2021 يكون نوعا ما هناك من الاستقرار فيما يتعلق بالدين للناتج المحلي الإجمالي نحن نلاحظ فيه اللون الأصفر هو المحلي وأيضا في هذا اللون هناك الخارجي هو البيربل أو البنفسجي الآن إرادات السياحة بالمليار دولار طبعا السياحة تشكل أو كانت تشكل نحو 10% من الاقتصاد المصري بلا شك مع الحظر والإغلاق الكل والجزئي في دول المنطقة وحركة الطيران كان هناك انخفاض ملموس في الإرادات السياحية ولا ننسى أيضا إرادات مصر أو الإرادات السياحة من العملات الأجنبية التي تستفيد منها وبالتالي بلا شك تؤثر على احتياطيات العملات الصعبة والعملات الأجنبية والتي تؤثر بشكل ملموس بالسياسة النقدية التي يتبعها المنك المركزي بحسب توفرها طبعا نشهد هذا بعام 2020 شهدنا هذا الارتفاع ولكن بدأت شيئا فشيئا بالانخفاض من المتوقع أن تستمر أو تعود إلى الارتفاع مرة أخرى مع توقعات بفك الحظر الجزئي وعودة السياحة على ما كانت عليه خلال السنوات أو قبل جائحة كورونا طبعا السياسة النقدية هناك معد التمويل أشار أنها كانت سياسة نوعا ما جيدة بالنسبة للمصارف وأيضا مع بقاء معدلات الـ MPLS أو الديون المتعثرة أقل من أربعة في المئة طبعا التوقعات سعر الجنيه في 2021 16.1 2022 17 و2023 ترتفع إلى 18.4 بلا شك هذا يشير إلى التضخم أو مؤشرات التضخم هناك 5.3 المتوقع في 2021 لتصل التوقعات إلى 5.5% في 2023 وكما نعلم مدى تأثير ذلك التضخم عند تعويم الجنيه المصري خلال الفترة أو سنوات قليلة الماضية هنا نتحدث عن سعر الفائدة الحقيقي مقابل تركيا وجنوب إفريقيا بلا شك نشهد هذا هو الأعلى ما بين الأسواق الناشية نلاحظ هذا الهبوط الواضح كان في 2017 ومن ثم بدأ بالتعافي شيئا في شيئا ويرتفع تقريبا ولكن دون أكثر من جنوب إفريقيا وتركيا هناك كانت السياسة النقدية بشكل عام كما أشرته هي تعتبر جيدة من وجهة نظر معهد التنميل الدولي أبرز الملاحظات في آخر تقرير طبعا الحاجة إلى إصلاحات عميقة وخصوصا بعد كورونا يعني جيحة كورونا أثرت بشكل ملموس على العديد من القطاعات الاقتصادية وخصوصا على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل كبير تصل نسبة مساهمة أكثر من 75% طبعا معدلات الدين ستظل مرتفعة لسنوات مقبلة بحسب توقعات المعهد والقطاع المصرفي في وضع جيد لمواجهة التبعات كورونا هنا كان العديد من المحفزات والمبادرات من قبل المصرف المركزي وذلك لدعم القاعدة النقدية لدى المصارف من جهة وأيضا مساعدة الشركات التي تعثرت بسبب جائحة كورونا